شكر لك مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم توجه مجلس أماناء الحوار الوطني بالشكر إلى الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمامه بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني وتوجهته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات يأتي ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء من مجلس أماناء الحوار انطلاقا من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجهته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات من الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية وثمن مجلس أماناء الحوار الوطني تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة مخرجات المرحلة الأولى للحوار تنطلق اليوم على مدار أربعة أيام جلسات الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني بحضور ممثلي الحكومة والوزارات والمعنية والخبراء المتخصصين في محاور التضخم وغلاء الأسعار ودين العام وعجز الموازنة وأولويات الاتثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وذكرت إدارة الحوار في بيان أن ذلك يأتي انطلاقا من الإيمان الراصخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مصارات الانتقدم ومواجهة التحديات وخصوصا الاقتصادية استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الطريقة السحلية غرب مدينة غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب القطاع كما استهدفت منازل الفلسطينيين بمناطق رفح وخان يونس ودير البلح ما أصفر عن استشهاد وإصابة العشرات ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط وأربعة جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة أعلنت هيئة البث الإسرائيلي عن مكتب رئيس الوزراء أن الجيش قدم في اجتماع مجلس الحرب وخطة لإخلاء السكان من مناطق القطال في قطاع غزة ويأتي هذا الإعلان قبل هجوم الإسرائيلي متوقع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة والذي ذعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياه بأنها آخر معقل لحركة حماس أعلنت مصادر فلسطيني أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا سيقدم استقالة حكومته اليوم للرئيس محمود عباس وأضافت المصادر أنه سيتم العمل على تشكيل حكومة كفاءات جديدة تضم كافة الفصائل الفلسطينية مؤكدة أن أولويات الحكومة الجديدة تتمثل في وضع خطة لأعادة أعمار قطاع غزة وخطة ثانية لإدخال إصلاحات على نظم الإدارية والمالية والقانونية للسلطة الفلسطينية أعطت القيادة المركزي الأمريكي أن الجيش الأمريكي أسقط إثنتين من الطائرات المصيرة الهجومية ذات الاتجاه الواحد فوق جنوب البحر الأحمر ضمن إجراء للدفاع عن النفس وأضافت القيادة المركزية أن قوات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح إحدى ناقلات النفط الأمريكية يوم الثبت الماضي وأضحت القيادة المركزية أن الهجوم لم يتسبب في وقع أي أضرار أو إصابات ورياضيا خيمت تعادل السلبي على مواجهة الاتحاد السكندري أمام ضيفه البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الرابعة عشر من الدور الممتاز لكرة القدم وفي نفس الجولة تعادل نادي فاركو مع ضيفه طلاء الجيش بهدف لكل منهما وبهذه النتيجة رفع فرق الرصيد إلى سبع نقاط إلى أنه ما زال بالمركز الثامن عشر والأخير بالدوري مصري من 12 مباراة خاضها بالدوري بينما ارتفع رصيد طلاء الجيش إلى 19 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب وله مباراة مؤجلة ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحضركم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر